الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا مع الفتنة الكبرى الحاصلة عندنا في السودان الليامدي نسأل ربا نجنب بلادنا السودان الفتن وجميع بلاد المسلمين ظهروا خفافيش خفافيش ظلام ظهروا من العلمانين والملاحدة وللأسف فيهم نسوان كمان للأسف فيهم نسوان أو بالأحرى قيدينهم من نسوان لأنهم قالوا بندعي لمساوة المرأة بالرجل وأريتم وقفوا على الباطل دبس باطل المساوة ومدل فضلوا المرأة على الرجل وعطوا القوامة المهم فظهروا واحدين رجال واحدين نسوان واحدين أشباه رجال واحدة اسمها ريم بوري ريم بوري وطبعا دي احنا ندعودنا من بعض أصحاب الفن بعض أصحاب الفن الواحدة لما تبقى سفيها وتطلع تبقى فنانة بيقوم أبوها بتبرى منها دي بعض الأسر الفيها خير يعني بيقوم بتبرى منها بتقوم تسمي نبيسها منوكدة خرطقت ومنوكدة الصحابة بالنص ومنوكدة ما عارف الكلاك لبيوين بالظلط وكدة بتخدتوا دا بدل أبوها يعني تخدتوا بدل أبوها الظلط وكدة المهم فظهروا واحدين بوري بتتكلم كلام كفر بالله سبحانه وتعالى ودي ما براه لما دي في حملة شعواء ضد الدين وطبعا العلمانين عملين فيه حرفة بفضل الله دي ما بتمشي علينا قاعدين قاولوا أي زول بدافعنا قاولوا تشتموا الإسلام وصبوا الله وصبوا الدين ذاته الإسلامي أي زول دافعنا الإسلام قلوا لهم كوز أول حقيقة نحن ما كيزان وما بتقدر يا علماني تقنع الشعب السوداني إنه نحن كيزان لأنه نحن لما كنا بنحارب الكيزان انت كنت جوا معهم في البرلمان في الحكومة وكنت راكب لك لاندي كروزر بسبعة مليار وبتجي نجد قدامك وي 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 فيشنو في علماني دولغانغا جوا الكروزر دا دا الوقت داك وقت الكيزان كانوا فعلا كيزان وماسكين البلد إنتا كنت زميلهم نحن كنا زملانهم في يوم من الأيام تيجي تكذب تقول لهم أي زول يدافع عن الإسلام قلوا كيزان وبتين زاتوا الإسلام الكيزان قاعد يدافعون على الإسلام بتين ومنوا الرد على الترابي شيخ الكيزان منوا هل رد علىه نقد هل رد علىه فطو محمد إبراهيم عليها من الله ما تستحقي والقبليها ولا غيرهم ما بزو الرد ردنا نحن ديل فما تكذب ودي ما بتمشي علينا بفضل الله فالمهم فقامت ظاهرة رينبوردي قالت تكلفة الحج في السودان حوالي تلاتة ألف دولار آها وعدد الحجاج تلاتة وتلاتين ألف حاج في السودان وإجمالي تكلفة القروش بتاعة الحجاج تلاتة وتلاتين ألف دولار إذا ضربت حسب ضربة هي طبعا كده في تلاتة ألف تلاتة وتلاتين ألف قالت ديمية مليون دولار أها ودداتوا غلط من ناحية الضريب لكنها مشي قدام وفي علماني فاهم حاجة قالت مش كان أحسن يعملوا بها حاجة مفيدة في الظروف الحالية مثلا يتبرعوا بها للسوار أو حتى يزرعوا بها شجر في الأحياء أو شيء يفيد الناس من هنا تبدأ نبدأ تعلم المدنية السودان الحكم المدني وكتبت الكلام ده في الفيسبوك حقها بتاريخ عداشر أغسطس يعني ثماني يعني الفين وتوزعتاشر كفر جديد يعني ما قديم كلام جديد بتعترض على الحج خلاصة الكلام ده خلاصة الكلام ده نمر واحد اعتراض على الحج وإنه أمر تافه أخير مما يصلوا ملينة حمرة على الحج أخير قال يدعوا بها السوار ويزرعوا بها شجر ساكت أو كما قالت ده أخير من الحج نحن كمسلمين يا ريم بري كمسلمين عندنا الحج ذا الركن الرابع من أركان الإسلام بنص حديث البخاري من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول بني الإسلام الإسلام انت زا مسلمة وكلامك ده كلام كفر نحن ممكن نعزلك بأي شيء تاني لكن الكلام ده كلام كفر وإلحاد مخرج من الإسلام أما أهل السنة بعد ذاك عندهم عزار لتكفير المعين عندهم شروط عندهم موانع ده موضوع آخر لكن الكلام ده كفر وإلحاد وافتكر أن التفريق ده شنو يا جماعة مفهوم للإنسان اللي بعقل إنه في بارك بين تكفير المعين في بارك بين تكفير شنو القول القول الكلام الذي قال والحكم العام ده موضوع معروف الحمد لله عند أهل السنة والجماعة عند السلفين في البلد وفي العالم كله فقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام الإسلام على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ده أول ركن وده أهم ركن لأنه ده التوحيد ومعناه تدعو الله براه تتوكل عليه براه تستغذبه ما تقول يا البراعي ما تقول يا المكاشفي ما تقول يا صايم ديمة ما تقول يا صابو نبي قول يا الله أفعل لي وأفعل لي وأفعل لي من الخير ومن رفع البلاية والملمات لأنه ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون فده الركن الأول الثاني قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت ده الركن الرابع وصوم رمضان وفي رواية قدم دعا لدى العكس فهو الركن الرابع كما قال ابن الرجب الحنبلي ده حج البيت الحرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فده ركن من أركان ديننا ويعني شنو ركن كده يعني شنو ركن ركن يعني الإسلام ما بيقوم إلا بهذه الأركان لو سقطت هذه الأركان أو سقط منها ركن سقط الإسلام فالعلمانين دائرين الآن قالوا يهدم أركان الإسلام وأصول الإسلام شكده مرة تلقاهم استهتروا استهزأوا بربنا مرة يستهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلعة مرة يستهتروا بالصلاة مرة يستهزأوا بالمصحف نفسه مرة يستهتروا بالكعبة ذاته قالوا سموه الصندوق الأسود ده أحد علماني مجرم ثاني سوداني ظهر بعد الفتنة الآخرة دي ودي الآن مرة كمان ظهرت يعني خلاصة كلام إنه الحد ما شتافة ساكت غير يزرعوا بيو شجر الشجر ما راقت يا ريم حصل شنو بعدين في علماني من الله خلقه زرع شجرة هما قالوا العلمانية دي تطوير الدنيا والعلم وتكنولوجيا والله يا أنا ما لقاني علماني سوداني صنع راكوبة طيرات خليها ما بيقدر يصنعها راكوبة صنع ما لقاني قلم قلم بيك وريني علماني من علمانينا اللي قاعدين في البلد وريني صنع قلم بيك كتابين ساكتوا كلك العلمانية العلم والعلمانية التطور يا ناس الإسلام والقرآن والسنة والدين ما بيعارض العلم وريني يا تؤاية قال ما يصنع طيارة فيها ناس يا تؤاية قال ما يصنع ساروخ يا تؤاية قال ما يصنع بندقية يا تؤاية قال ما يصنع كاميرا ماكرافون يا تؤاية يا تؤاية حديث صحيح ما بي قلم زي دا بل العكس القرآن ربنا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ربنا قال كذا خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم أنتم لكم أنتم يعني أبدعوا في الأرض نحن حتى كلمة بدعة البسخربي الصبي يقول لكم يعني المروحة بدعة وهابية نحن ما وهابية والمروحة ما بدعة لأنه ربنا قال في نص القرآن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا اصنع مروحة اصنع طيارة لكن ما لقى انا صوفي صنع مروحة ولا لقى انا علماني صنع طيارة ولا ابرل بقدوا هذه لا صنعها لا قدها اذا ان ده كي طب ساكت يا ناس ناس ما في الحين الا في سب الدين يسبوا الدين يسبوا ربنا يسبوا الاسلام هس كلام البيت ده كلام البيت الكلام ده الكلام ده 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 يبين لينا العلمانية الحقيية بالمناسبة وانو العلمانيين ما دارين يطوروا الدنيا دارين يسبوا وفي الدين الاسلام تحديدا لانو العلمانية دي صنيعة يهودية صنيعة يهودية عملوها ليهود قالوا يدخلوا الناس ما يقولوا يهود ولا يقول احنا كفار ولا يقولوا مسلمين لكن يقولوا علماني مسلم او مسلم علماني لكن ما مسلم صافي كده يخش ويدمر الاسلام من داخل الاسلام والعلمانية دي حكمة في الشرع هي النفاق ذاته زوج يصيرون وقول لهم لكن علماني يقوم يسب الدين دي ما بتجتمع يا ناس ولا كون التسب وتجحد ركم من أركان الإسلام دي ما بتبقى بل أجمع العلماء العلماء نحن ناس طلبة ساكت العلماء الكبار إن من من استهزأ بأي أمر من أمور الدين كفر بنص القرآن قال تعالى فالعلماني الآن العلماني الآن يصروا لك إنهم الله مع الدين وبنفس الوقت يسبوا الدين يصروا لك إنهم مع الإسلام في نفس الوقت تطعن في أركان الإسلام وأصول الإيمان هذا ما يستقيم مع الدين أصلا لأن الدين دا ما بانفصل يا ناس الدين دا في والحج في والزكاة في والصيام في والصلاة وأهم شي فيه وأساسه والتوحيد والعقيدة بتاعتك تكون فيه الله ما فيه شيخ ولا فيه قبة ولا فيه قبر دا الدين كده والدين ما بيتعارض عندنا ناس والله سلفين أطباء ناس سلفين مهندسين ناس سلفين محامين ناس سلفين مخترعين مكتشفين ما فيه دين قال لهم ما تخترعه لكن العلماني بلدة شاء الله الواقع السيء بتاعة الدين الكنسي النصراني ما نزل على عيسى بن مريم الدين الباطل الهسة ده المزيف المحرف كما قال تعالى يحرفون الكلمة عم واضعي شاله وعين له كده اللي قوة عارض مع العليم لأنه في الانجيل المحرف هسة المغير ده قاله الكرة الارضية مربعة زي السهري والله زيدة جوه الانجيل وفي الانجيل الموجود الآن ده قال دعم لله لله وما للقيصر للقيصر وقال إذا عدوك ده كبه جاي قال قبل لي يديك كفتاني بي جاي ده كل خلافة دين الإسلام فشاله دعانه كده لقوة خالفة دين ده النصارى الهناك فقام قالوا ما دايرين دين طيب الناس في في أوساط المسلمين الليلة العلمانين في أوساط المسلمين الليلة ما عندهم حج يقولوا ما دايرين دين الإسلام لأنه دين الإسلام فيه كل شيء ربنا قال وكل شيء انفصلناه تفصيلا ربنا سبحانه وتعالى قال ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء فالكلام ده كلام باطل باطل أشد البطل موسيقى